الحقيقة النهاردة حادثنا يعني مخصص لضغوط العمل كتير جدا من الأشخاص بيتعرضوا للتوتر والضغط العمل وعدد كبير من الضغوط النفسية ومش بيكون عندهم حلول للقصة دي طبعا ده بينعكس على سلوكهم أثناء العمل بينعكس أيضا أو بيبقى نابع من طريقة تقدرهم وبيبقى أيضا جاي من طريقة تفكيرهم منظمة صحر علامية في الحقيقة كشفت حاجة اسمها متلازمة الاحتراق النفسي أو ما يطلق عليه بيرن اوت الإرهاق النفسي ده متلازمة بتؤثر على الأشخاص اللي بتعرضوا لضغط كبير في حياتهم وبينتج عنه الإجهاد والإرهاق المزمن في مكان العمل الخاص بي الحقيقة النهاردة مع دكتورة باسانت فاروق استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك هنسألها بعد الترحيب بيها طبعا وصباح الخير يا دكتورة باسانت هو الاحتراق النفسي ده بيحصل من ضغوط العمل بس ولا ممكن يحصل عموما في الحياة يعني خلينا بقى نعرفه في البداية كده ونعرف إيه العوامل اللي ممكن تأذي بنا للاحتراق النفسي تمام هو خلينا نقول في البداية زي ما انت قلت كده أن الاحتراق النفسي فضل لفترة طويلة جدا المصطلح ده شاغل علماء النفس في عشرين اتنين وعشرين بدأت التصنيف العالمي للأمراض قالوا أن هو يستحق أن يكون متلازمة قائمة بذاته يعني هو كان بيكون عرض لمرض إنما أصبح بعد كده يصنف كاتراب متلازمة الاحتراق النفسي إيه متلازمة الاحتراق النفسي دي؟ بكل بساطة يعني هشرح لكم بكل بساطة إنه الإنسان قبل ما بياخد أي قرار أو هو موجود في أي مكان بيقى فيه نوع من التوتر التوتر ده بنسميه الاحتراق النفسي إيه متى يبقى احتراق نفسي؟ لما يستخدم بشكل خطأ طيب التوتر الصحي يعني التوتر الصحي اللي هو أني أنا بكون محفزة أني أنا أنجز الشغل بتاعي أنا جاي النهاردة البرنامج فأنا بعمل إعداد أنا عايزة أطلع في برنامج يكون كويس أنا عندي متحان فبذاكر ده بنسميه توتر صحي طيب فيه توتر غير صحي اللي هو ممكن نقول عليه اللي هو طول الوقت أنا متوتر اللي هو بيأثر على إنجازاتي المشكلة هنا في إيه بقى؟ أن التوتر بيكون مصاحب لي إفراز لهيرمونات التوتر هيرمونات التوتر دي المفروض أن هي بتستعيدني أني أنجز المهام زي الإدرنالين والنور الإدرنالين والكورتيزول طيب بيتفرزوا لمدة قصيرة طيب لو أنا أسأت التوتر بتاعي وماستخدمتوش استخدام جيد بيفضل الهيرمونات دي مفروضة في جسمي بشكل مستمر هنا بيحصل الاحتراق النفسي يعني فيه فرق ما بين الاهتمام والهم الاهتمام أنا باهتم بالشيء بنجزه أما الهم أنا مهموم طول الوقت بالضبط كزا ما تكون مثلا إيه؟ يعني مثلا بتعمل طبخة خليها معادل لأنها تستوي فيه تمام؟ فأنا سبت النار شغالة عليها على طول إيه اللي هيحصل؟ هتتحرق بالضبط هو ده الاحتراق النفسي تم المواطن اللي بيشتغل الصبحة في وظيفة وبالليل بيشتغل سواء على تاكسي ولا في وظيفة تانية يعني اللي بيشتغل أكتر من وظيفة خلينا نقول مش عايزين نحدد الموضوع الاحتراق النفسي بتاعه بيعمل دي هتاخدنا لخمس أعراض إذا المستمع لقى نفسه أنه هو غز من عنه خلي بالك أصلا تبقى حاجة هو مش هو خباله منها بيستيقظ على إيه؟ على اكتئاب امتلازمة الاحتراق النفسي إذا أهملناها بنسحى على اكتئاب مبقاش عنده شغف بيفقت خلاص الشغف ده جزء بس الاكتئاب هنا بيتوقف على مدة أنا قد إيه أنا مارست الاحتراق النفسي ينتج عنه الاكتئاب المتوسط الشديد فهنا احنا لازم نخلي بالنا من حاجة لا بس حضرتك قلت كلمة إذا أهملناها بالضبط طب أنا إزاي أبتدي أحس أن أنا دخلت في منطقة الخطر بالضبط من خلال خمس أعراض أول حاجة أن ألاقي نفسي مش بلبي احتياجاتي الشخصية يعني أنا احتياجاتي أنا هملاها يعني مش مشكلة باجي على نفسي أنا مطبع علشان أجي الشغل أنا مش لازم أهتم بوجبة الفطار أنا ألاقي نفسي أن أنا مش مهتم بمطالباتي الرئيسية كمان ألاقي نفسي أن أنا بميل لإثبات الكمالية في كل الأدوار اللي أنا بلعبها يعني كل إنسان فينا عنده عدة أدوار هو زوج هو أب هو أخ هو موظف هو حاجات كتير بيعملها كل دور بين دول بيحاول أن يجيب فيه 100% الكمالية فلازم أفهم أن الكمال الإنساني هو كمال نسبي مش هقدر أبقى الأب الجيد 100% ولا الزوج الجيد 100% ولا الموظف الجيد 100% لازم أعرف أن فيه نسب أنا بني آدم فيه حاجة ممكن تيجي على حسب حاجة بالضبط فلازم يبقى الإنسان مقتنع أن فيه حاجة هتيجي على حسب حاجة بالضبط هيكي على حسب نفسه فيه كمان حاجة قامع المشكلات لما لاقي نفسي أني أنا زعلان من فلان بس مش مش مهم ما روح أقوله متخانق مع عمراتي مش عادي عادي مش هقول لها قامع المشكلات أني أنا ما بقدرش أتكلم في المشكلة بتاعتي ده برضو بيقدي للإحتراق النفسي الكلام والفطفة ده أحسن طبعا والمواجهة طبعا طبعا كمان لما لاقي نفسي أعثرت أني أنا مش عايزة أروح مناسبات مش عايزة أخرج مش عايزة أروح مع أصحابي ببعد ببعد عن الناس بكتفي الانحصار الاجتماعي بكتفي بنفسي أنا خدت إيه من الناس أنا كل الناس وحشي في الأجازة بتفضل أنك تقعد في البيت بدل ما تكلم أصحابك بالزبط بالزبط بتنغلق أكتر كل دي أعراض كل دي أعراض إذا أهملناها بتتفاقم بتتفاقم بتوصل بنا للإكتئاب يعني يعتبر الاحتراق النفسي مقدمة للإكتئاب طبعا تتكلمي على جوزء كبير جدا من المجتمع يا دكتور بص خلينا أن تفعل حاجة أصل خلي بالك إحنا لو تكلمنا عن الوقاية هتلاقي حاجات بسيطة كل شخص فينا يقدر يعملها يعني ناس كتير جدا بتشتغل وظيفة واثنين وتلاتة وبتفقر الشغف والاحتراق النفسي ده أنت كده بكأنك بتقيد سابعك العشرة شم عشان محدش ببسط خلي بالك من حاجة أن الأضرار بتاعته تخلينا أن إحنا حتما نخلي بالنا من نفسنا يعني مثلا لما تعرف مثلا أن الأضرار بتاعته ممكن هتقليني عرضة للإطرابات النفسية ليه القلق والاكتئاب وقلة النوم أنا متدايق طول الوقت متدايق لا تماما ممكن حد يكون يتفرج علينا وما بيشتغلش أو مثلا ربة منزل وبتعاني من نفس الأعراض أحيانا الشغل بيكون عالية جعلة فيك خلي بالك أن ربة المنزل كمان ممكن تعاني من الاحتراق النفسي طبعا لو ما أخدتش بالها من فترات الراحة بتاعتها من اهتمامها بأولوياتها أنه لها اهتمامات هي بتحب تخرج تعمل شوپنج بتحب مثلا تعمل رياضة تحب تسمع موسيقى إن شاء الله تعمل نفسها في نجان قهوة تشربه بمزاج لو نسيت نفسها في الحاجات دي كلها هتعتعرض ودارت في عجلة الحياة وال بالصبت لو حضرت الغدل لأفراد الأسرة وآثرت نفسها لها المهم أن أنا ألبي إحتياجات الأسرة أنت الأكل يعجبك ونسيت نفسها ومعاديتش تاكل مع الأولاد أو معاديتش تاكل معهم ده يعرضها للاحتراق النفسي طيب إيه الفرق بين الضغط النفسي والاحتراق النفسي؟ الاحتراق النفسي غير الضغط النفسي الضغط النفسي اللي ببقى مثلا مضغوطة لفترة معينة أما الاحتراق النفسي بيؤدي إلى الانفجار يعني عارف الحلال بريستو اللي بتبقى مضغوطة اللي هي فيها غليان من جوا بس ما بتتخرجش ولا أي حاجة هو ده بقى الاحتراق النفسي من فوق بقى ممكن خلي بالك إن فيه مثلا أعراض جسدية بتخلينا برضو لازم وعيين أن لو حصل حاجة زي كده أنا معرض للإحتراق النفسي اللي هي مثلا زي إيه؟ زي مثلا متلازمة القلب المقصور أصبح يظهر دلوقتي أنه قلبي وجعني ديء في التنفس تعرق في اليدين أنا أكيد عندي القلب أنا أكيد تعبان أحيانا اللحنة النفسية بتسبب لك أعراض عضوية لأن أنا أهملت كل الحاجات اللي أنا أبقى واعي بيها أنا أخلي بيها على نفسي منها إمتى أعدل السلوك مع حضرتك وإمتى أروح للطبيب النفسي لو أنا وصلت للمرحلة بقى مرض لازم يتعالك لما يكون يأثر على حياتي الشخصية والمهنية والعائلية لما ألاقي نفسي أنا خلاص بدأت أني أنا بنام طول الوقت مش عايزة أقابل حد خالص مش قادرة أقوم أعمل العناية اليومية للبيت أو لشغلي بنقطع عن الشغل كتير كل ده طالما أسطر على حياتي وإنجازاتي لأ أنا هنا فيه نقوص خطر شاب وإيه العلاج اللي أنا أعمله لنفسي عشان أهرب من حالة الاحتراق النفسي خلينا نتكلم أن اللقاية خير من العلاج نتكلم في اللقاية لو إحنا اتبعنا أسليب الوقاية مش هنحتاجي نوصل لإحنا نتعالج اللقاية حاجات بسيطة قوي تنظيم الوقت أنا أصدم وقتي أخلي وقت النفسي أخلي وقت للشغل ما ينفعش أبدا أن أخرج من الشغل ويبقى الشغل كمان معايا في طول الوقت طول وقت أنا حاطت الموبايل قدامي وأنا باكل قدامي وأنا بتفرج على تلفزيون أنا مش مركز يبقى تنظيم الوقت كمان أنه التركيز في هنا والآن أني أركز أنا دلوقتي بعمل إيه أنا سيئة العربية أركز في العربية أركز في المعطيات اللي حوالي مش أركز مش أنا سيئة العربية وبفكر لما هوصل الشغل هعمل إيه طب هو أنا لما فلان قال لي كذا لا أنا لازم أرد عليه أقوله كذا يبقى أنا بفوت على نفسي أنا مش بركز أنا طول وقت أنا عمال شغال بفكر ده أحيانا في ساعات النوم كمان ما بتبقاش بعمقه بيبقى الزهن شغال لأن الزهن شغال أبسط حاجة في الجزئية دي أنا بحب دايما أقولها للعمل عندي أنه لما يجي لي أرق أثناء النوم بالليل وأفكار مش قادر أسيطر عليها أقول لها مش وقتك خالص ده وقت النوم لأنني مش مقدر أعمل حاجة أقول كذا النفسي أيو فعلا ما هو أنت لازم تقولي نفسك كده ده مش وقتك ليه لأنك هتسرق مني لحظات النوم وبالتالي هتأثر على الكواراتي بتاعتك تاني يوم ده حوار مع النفسي أهم حاجة الحوار مع النفس طبعا هل بانك الحوار مع النفس هو أكتر سلاحي إما بناء أو هدام لو أنا طول الوقت بهد في نفسي وبالوم في نفسي وبقول أنت مقصرة دايما بالوم نفسي ده مش هيدفعني لقدام إنما أنا لو قلت نفسي أنا محتاجة أزود نفسي في كذا أنا محتاجة أتعلم كذا ده هيطلعني لقدام طبعا ايه أكثر الوظائف عرضة للإحتراق النفسي يعني لو إحنا بصينا للمجتمع كده بتاعنا ايه هي أكتر وظائف ممكن تقول إن هي يعني معرضة لهذا الخطر بص خلينا نتفعل حاجة كل وظيفة بتمارس بسترس بضغط بتؤدي الإحتراق النفسي كل وظيفة بتمارس يعني مثلا أنا مثلا لو زي ما قلت لك لو أنا مش بخلي خلي بالك أنا لو قلت لك إن الإبتسامة نفسها بترفع من الضغط النفسي أنا لو ماشي مبتسمة العقل نفسه بيبتسم فكل شغلانا هي عرضة إنها يصاب بيمتهنها إلى الضغط النفسي والإحتراق النفسي لو ما هتمش بالتدريبات اليومية اللي المفروض يعملها مع نفسه يعني مثلا أبسط مثال إنه بلوم نفسي دايما على أحداث الماضي أنا مريت بأحداث ماضي وإحشى خالص فعمل بلوم نفسي عليها لا إحنا هنا بنقول إيه كل ما هو مر دعه يمر كل مر سيمر كل مر دعه يمر ليه لإنه أنت مش تغير فيه حاجة بس أنت محتاج أن تأخب منه الدرس المستفاد الخبرة ليه لإن أنت لو قررت أخطاء الماضي ما أنت هتقع فيها برضو يبقى أنا مش محتاج غير أن أنا أتعلم الدرس وأشوف أنا كنت محتاج أعمل إيه في الموقف ده وعمله بعد كده لكن ملومش نفسي وأفضل نفسي في دوامة لأنها بتبقى عبارة عن دوامة بتسحب الشخص ما بيعرفش يطلع منها صحيح وبتدر هو أول وحد لكن في فئة عمرية معينة بتتعرض للاحتراق النفسي ولا يعني بتكون أكثر عرضة ولا كمان ممكن صغار السن يحصل لهم بصي هو خلينا لو مسكنا مثلا المراهقين خصوصا بنلاحظها قوي أثناء الامتحانات في مثلا يقولك إيه ده أنا بذاجر كتير كتير خالص لكن بدخل الامتحان أنا بنسى كل حاجة ليه لأن الهرمون في جسمه مش بيخليه يقدر طول الوقت أنه يتذكر حاجة هو الهرمونات في يدت أن تحافظ على السلامة العقلية للإنسان فأنا طول الوقت لما أنا أكون والهرمون دي شغالة في جسمي أنا بتخليني أخش الامتحان أنسى وأنا تحت الموقف بتاع الضغط بنسى اللي أنا ذكرته أخرج من اللجنة أقول إيه ياه دلكنت حافظ ده دلكنت أنا مشارك إلي حصل لي إذن أي شخص بتعرض لتوتر وما بيعرفش يعني عليه كنترول صحيح هو معرض أنه يصاب الاحتراق في الحقيقة يعني نصائح مهمة جدا وأعتقدناها ظاهرة مهمة جدا كمان موجودة في مجتمعنا أن أنت بتحرع نفسك في الشغل فبيحصل ده وبيعني بيظهر ده عليك في سلوكك وبيسمى وبيسميه أطباع المنفس بيظهرة الاحتراق النفس كلمتنا أنا بالتفصيل دكتورة بسانت فاروق استشاري الصحة نفسية وتعديل السلوك اللي نورت النهار ده في الأستوديو شكرا جزيلا حضرتك شكرا لك يا دكتور